موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجهز اخباري من قناة المرابطون اهلا بكم زار الوزير الاول الموريتاني محمد البلال اليوم الملاعب الرياضية التي ستحتضن منافسات الادور النهائية ضمن تصفيات بطولة امم فريقيا لشباب تحت 20 سنة المقرر ان تنطلق بعد غد الاحد بالملعب الاولمبي يونك شوط وعبر وزير التشغل وشباب رياض الطالب السيد احمد عن جائزية موريتانيا لاستضافة البطولة لاول مرة في تاريخها زاد مستوى انتاج ذهب بنسبة 4% منقرنة مع سنة الماضية حيث وصل الانتاج في 2020 الى نحو 12.6 طن وفق تصريح المدير العام لشركة تازياز موريتانيا دافيد هندريكس وفي تصريحات صحافية كدى المدير العام لشركة ان عدد اطنان المعدن الخام المستخرجة من الحفر خلال السنة الماضية كان اقل من المتوقع بسبب اثار جائحة فيروس كورونا وتوقيف العمل وفق تعبيره واشر المدير العام لسنة 2020 تميزت ببلوغ الهدف المحدد في ادار خطة المرتن المواقعة في يوليو 2016 مع الحكومة الموريتانية حيث تم تقليص عدد الجانب الى 27 يعملون خارج المشاريع نظامت نقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين وقفة احتجاجية امام وزارة التهذيب تنديدا بتصريحات وزير التهذيب الوطني بشأن كفاءة المدرسين وطالب مشاركون في الوقفة الوزيرة بالاعتذار للمدرسين منوحين بخطوات تصعيدية في حال عدم الاعتذار ستحت اليوم بادار ثقافة في نواكشو طعم الورشة التكوينية حول التقنيات جمع ومعالجة التراث المروي منظم من طرف المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتربية والثقافة اليونسكو وتدوم الورشة ثلاثة أيام وتأتي في إدار البرنامج السنوي للمعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة الهدفة إلى صون وتذمين التراث الثقافي الوطني يمكنكم مشاهد الكرام وتابعة هذا المجز وعيره من المعجز ونشراتي وبرامج القناة واجهة الأخبار عبر صفحتنا على الفيسو وكموقعنا على الإنترنت اللايريني على الشاشة السلام عليكم